موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بوزير الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة موسيقى مناقشة خطط المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة المياه والبيئة وبرامجها موسيقى الأمين العام لمحلي حضرموت يبحث مع وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح أوضاع السجون في الأقسام الإصلاحية موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة من تلفزيون حضرموت والبداية مع علا إذن نبدأ مع خبر صدور القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2023 للميلاد قضت المادة الأولى منه بالمصادقة على مذكرة التفاهم بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المجرأ في قطاع المياه والبيئة والمناخ والزراعة والتعليم التخصصي المتعلق بقضايا المياه والبيئة والتدريب وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئيسي رقم 156 لسنة 2023 للميلاد حيث قضت المادة الأولى منه بتعين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محاميا عمل النيابات العسكرية ومديرا لذائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقى إلى رتبة عميد وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية صدر يوم أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئيسي رقم 155 لسنة 2023 للميلاد بشأن تعين عدد من القضاء أعضاء في المحكمة العليا لتفاصيل نتابع قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعين القضاء هاشم عبدالإله عمر الجفري ناصر صالح محسن زياد الديب نبيل عبدالرقيب محمد الإديمي مختار محمد أحمد عبدالرب عدنان محمد أحمد عبدالغني سلطنه محمد سيل عبيد عياش الصغير علي أحمد الشامي عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني أحمد محمد عبدالغفار الحمودي محمد عبده أسعد العريقي عبدالكريم عبده شرف الحمادي أكرم أحمد حسين العيدروس رشيد أحمد مجاهد صالح أحمد محمد أحمد مقبل نبيلة أحمد محمد حسن محمد مهدي طاهر الريمي خالد علي عبدالله البغدادي عبدالقوي حسين قاسم عمر أحمد علي ناصر علي علي صالح محسن الحمادي صالح علي صالح باوقيد خالد أحمد صالح العكر صادق سعيد مدهش هزاع المروني علي حسن علي يحيا كفاح سعيد عوض أحمد علي حسين محمد عسكر عبد ربه حسين أحمد صالح العسيلي محمد علي أبكر كديش نصر حزان فارع سيف فهد عبدالله محمد حاتم نبيل عبد الحبيب محمد النقيب حمير محمد أحمد ناجي باقيس ناصر حيدر أحمد السعيدي فاطمة علي صالح محمد الحجي اتحاد محسن علوي فريد كفاح محمد منذوق عوض قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس عامر صالح أحمد متن المكلاني صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي ناصر عبدرب ناصر النخي قطط المادة بتعينهم أعضاء في المحكمة العليا وقطط المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية اجتمع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى لقوة المسلحة دكتور رشاد العليمي في قصر معاشيق ومعه عضو المجلس دكتور عبدالله العليمي بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة رئيس مجلس القيادة وضع قيادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة أمامها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأسلطانة عمان والمبعوثين الأممي والأمريكي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام وحث فخامة الرئيس القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية كباحي الصمود البطولي للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وتضحيتها الكبيرة المسنودة بدعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وقال الرئيس أن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة مستمر ولن ينتهي قبل تحقيق أهدافه كاملة في تحرير الأراضي كافة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب محذرا الميليشيات الحوثية من تداعية تصعيدها العسكري وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على أمن المنطقة واستقرارها وأكد فخامته دعم مجلس القيادة وتضامنه مع القوى والأصوات الحية كافة المطالبة بالحرية والعدالة وسبل العيش الكريم كما استمع رئيس مجلس القيادة من وزير الدفاع وقيادات المنطقة إلى إجاز حول الموقف العسكري ومستوى الجهيزية القتالية والتسليحية والتمونية في مختلف الجبهات شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري الاجتماع ناقشت تقارير المرفوعة إلى المجلس ومنها تقارير الأمين العام عن مختلف مجالات العمل العربي المشترك والموقف العربي الموحد زاء القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته وعلى هامش الاجتماعات بحث الدكتور بن مبارك مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة وأكد الوزيران على مكانة العلاقات الأخوية المتميزة ومتانتها التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ناقش اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة البهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة الموقتة عدن خطط المؤسسات والوحدات التابعة للوزارة وبرامجها حتى نهاية العام الجاري والصعبات التي تواجه الأداء الاجتماع تطرق إلى سير عمل القطاعات وآلية متابعة مديونية المؤسسات لدى المرافق الحكومية بموجب اللجنة المكلفة بهذا الشأن والرفع بمشروع قرار لمجلس الوزراء وجرى مناقشة نتائج مشاركة وزير المياه والبيئة للمؤتمرات واللقاءات مع مجموعة المانحين لقطاعات البيئة والمياه وأوجه الدعم والمساعدات المقدمة لعدد من القطاعات وأكد الشرج بأن الوزارة تجاوزت الكثير من الصعوبات التي رافقت المراحل السابقة والتنسيق مع الجهات المانحة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر الحملة العلاجية لمرضى القلب بمستشفى الغيظة المركزية تنفذها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مدى ثلاثة أيام وأشهد المحافظ بن ياسر بجهود مؤسسة أمراض القلب ومركز الملك سلمان للإغاثة في إقامة المخيمات العلاجية للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلد وأوضح مدير مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب من جانبه أن الحملة تستهدف معينة مرضى القلب الذين هم بحاجة إلى تدخلات في التشخيص والعلاج مجانا مشيرا إلى أن العيادات تستقبل كل يوم أكثر من عشرين مريضا ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمقي مع وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بالجمهورية العميد محمد بحسين أوضاع سجون في الأقسام الإصلاحية بالمحافظة وسبل تحسين الخدمات ورعاية تأهيل السجناء اللقاء بحث أيضا مشكلة استحام السجون وتأخير البت في قضايا السجناء ورعاية مصالحهم واهتمام السلطة المحلية بأوضاع السجناء والتدخلات بالإفراج عن المعسرين وتوفير الرعاية الصحية والتغذية وبناء عنابر وبراقات جديدة نظرا لكثافة السجناء وأشار الأمين العام إلى ضرورة التدخل السريع لوزارتي الداخلية والعدل للوقوف على أوضاع السجناء واحتياجاتهم بالمحافظة وسرعة البت في قضاياهم وأشهد وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بالجمهورية بتدخلات السلطة المحلية بحضر موت في رعاية السجناء وتوفير الجوانب الصحية والتغذية والإطلاع الدائم على أوضاعهم اطلع وكيل هو المحافظة حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم على تطوير القرية التراثية وتحديثها في مدرية ساه والاهتمام بجمع التراث الشعبي والحفاظ عليه من الاندثار وكيل أول حضر موت استمع لذا لقائه مؤسس القرية التراثية عبد الله بن قعفان الجابري إلى شرح حول تأسيس القرية كجهد شعبي يسهم في التعريف بالتراث وحفظه مشيرا إلى أن القرية تحتوي على ثلاثة عشر جناحا تضم مقتنيات وأدوات قديمة للحرف والمهن والصناعات المختلفة ودعا وكيل أول حضر موت لا تكامل جهود الجميع في توثيق التراث الثقافي والشعبي وحفظه وإبرازه مشيدا بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في الاهتمام بحفظ التراث والتعريف به وفي ختام اللقاء سلم مدير ومؤسس القرية التراثية الشيخ عبد الله مبارك بن قعفان الجابري شهادة تقدير للوكيل بن حبر يشعر فهلا بدعمه ومساندته لجهود الحفاظ على التراث شهد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه وكيل المحافظة الحكم سالم بن شرمهن تسليم عدد من الأجهزة الطبية والإلكترونية ومنظومة كهرباء بدلة لمركز شرم صحي ولمدرستي القارة للبنين والسيدة فاطمة للبنات بمنطقة تربة بمديرية سيئون وكيل المحافظة طلع من رئيس المؤسسة سالم بن دحيم على عدد من المشاريع المعتمدة من قبل المؤسسة التي تشمل مشروع عادة بناء مدرسة السيدة فاطمة وبناء وترميم غرفتين ترقيد ومختبر بمركز شرم الصحي وبناء خزان ماء بسعة ستمائة متر مقعب يستفيد منه خمسة وعشرون ألف نسمة الوكيل العامري أشاد بتدخلات مؤسسة إسناد التي شملت القطاعات ذات الحاجة الملحة بمنطقة تاربة مؤكدا دعم السلطة المحلية للجهود كافة المقدمة لخدمة المجتمع من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة ترأس وكيل محافظة حضر موت حسن الجيلاني لقاء ضم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين بعباد مع إدارة بنك الأمل للتمويل الأصغر فرع المكلة المكونة من الأخ عمر اليهري نائب مدير البنك وعماد الجابري مسؤول التمويل الوكيل الجيلاني أكذا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على عنايتها لمثل هذه التوجهات والمسارات الأسيما في قطاع التربية والتعليم نظرا لما يمتلكه من قوة في الكاذر البشري وأشار الوكيل الجيلاني لهمية اللقاء لديات لتعزيز الشراكة بين المكاتب الوزارية التنفيذية بالمحافظة مع شركاء القطاع الخاص لما من شأنه تقديم الفرص المتاحة خدمة للموظفين في تلك القطاعات الخدمية والتنموية إلى الطقس حيث تشير آخر التنبؤات العددية وتحاليل خرائط الطقس إلى تأثر أجزاء من محافظة حضرموت وبقية المحافظات الغربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي النصبي تبدأ ذروتها مساء اليوم الأربعاء وفجر الخميس إلى مساء الجمعة وتبدأ تشكيلات من الصحب المنخفضة الركامية بتدفق على أجزاء من مدريات الساحل والأرياف المحيطة بها يرافقها هطول أمطار متفرقة تنتقل تدريجياً خلال فترات من الظهيرة إلى سحب رعادية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وتشمل أجزاء من مدريات وقرى ومرتفعات الساحل والهضب الجنوبية والغربية أجزاء من رؤوس الهضاب والأوديا لوادي حضرموت الغربية منها كما ينبه المركز سائقي المركبات والمسافرين كافة من احتمالية تدني مستوى الرؤية الأفقية على مرتفعات ساحل حضرموت نتيجة تشكل الضباب وهطول الأمطار على فترات ختام النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أمبا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اجتمعوا بوزير الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة مناقشة خطط المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة المياه والبيئة وبرامجها الأمين العام لمحلي حضرموت يبحث مع وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح أوضاع السجون في الأقسام الإصلاحية ولمتابعة المزيد من شراتنا الإخبارية مشاهدنا الكرام يرجى زيارته حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التلفزيون حضرموت وفي الختام تقبلوا تحياتنا وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة